هلو هلو ازايكو عاملين ايه اخباركو ايه? النهاردة هعمل معاكو شنطة وشكل جديد. احنا عملنا قبل كده طريقتين من الشنط. عملت دي من غير من غير قاعدة خالص يعني وشين. وش باللون ده 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 وشبكتهم مع بعض. تمام? ودي كات سهلة جدا يا عملت قطعتين مستطيلتين بالرسمة لانا عايزاها وشبكتهم مع بعض. وده كان طريقة. تمام? اه في طريقة تانية. اللي هو انا عملت قاعدة دائرية من الخيط عادي خالص. بالمضعفات اللي انا عايزاها يعني انا كنت باشتغل بالمضعفات العشرة. فعملت قاعدة بعدد غرز تقبل اسمها العشرة. وزودت غرزة في الاخر اللي انا بقفل فيها الشغل. تمام? واشتغلت التكنيك بتاع بتاع الموزايك. آآ زي ما احنا متعودين يعني. دي كان نمط تاني من الانماط ان انا بعمل انا قاعدة قماش. آآ او قاعدة خيط يعني. واشتغل انا عليه. النهاردة بقى هعمل بطريقة جديدة خالص. يعني لما شفتاش قبل كده بصراحة فعجبيني جدا. ليه ما نشتغلش على قاعدة جلد. تمام? هي القاعدة جلد بتأيدنا في ايه? في عدد الاخرام. تمام? فانا هنا عديت عدد الاخرام. لقيتهم اتنين واربعين خرم. انا علمت هنا عشان انا دايما بقى انسى ايه? انا بدأت منين. فعلمت هنا وعدت ايه عدد الاخرام. واحقفل برضو هنا. فلاقيتهم اتنين واربعين. طب انا الرسمة اللي هعملها كل نهاردة من مضاعفات العدد اتناشر. فهعمل آآ جيت قسمتها. لقيت ان انا لو عملت في كل فتحة آآ غرزتين هتبقى اربعة وتمانين. طب اربعة وتمانين على اتناشر تطلع سبعة. فيبقى يقبل الاسم على اتناشر. لو ما كانتش يعني العدد كده. انا ممكن ازبطها بقى بحيس ان انا ايه بزود في يعني انا هنا محتاج غرزة زيادة. فحاجي في اخر غرزة هعمل بدل ما انا عامل اتنين في كل غرزة غرزتين حشو هعمل تلاتة. تلات غرز حشو فيها. تمام? فانا بزبط انا الاعداء حتى لو ما عارفتش ازبط من اول سطر ممكن ازبطها من داني سطر. انا اشتغل تاني سطر حشو عادي خالص. فانا هنا اشتغلت في كل فتحة في كل خرب اتنين غرزة حشو. تمام? اهو. انا بدخل كده فيه فى مش الناس لما تتعرفش تشتغل على هذا الجيل. بدخل كده وبطلع وباخد غرزة حشو. بدخل تاني وبطلع وباخد غرزة حشو. وباجي الى بعدها بادخل. وياخد غرزة حشو. والى بعدها هياخد غرزة حشو. فكده هيطلع معي اربعة وتمانين. اما باجي حاجة عدة بعد ما بخلص هيطلعه. واربعة وتمانين غرزة. يا القبيل الاسم على الاثناشر. تمام? مع ده الغرزة الاخيرة انا هعمل فيها تلات غرز حشو. فانا هخلص السطر ده وارجع له كده. انا هنا خلصت السطر بتاعي زي ما انتم شايفين اشتغلت في كل غرم اتنين غرزة حشو. مع ده الغرم الاخير اشتغلت فيه تلاتة اهي. شوفوا باينة ولا? ادي واحد اهي باينة من فوق اهي. واحد اتنين تلاتة. تمام? فانا هشتغل هقفل بعد كده السطر ده. اهو ما يجي في اول غرزة حشو. وبقفل. وبعمل منزلقة. وبرتفع سلسلة. تمام? هبتدي السطر التاني هعمل في كل غرزة حشو. غرزة حشو. اهي. في كل غرزة حشو. من اللي انا اشتغلتهم. غرزة حشو. عداية خالص. مفيهوش اي حاجة. تمام? ادي هتبقى ايه? كأنها قاعدة للشنطة كده. هشتغل في كل غرزة حشو. غرزة حشو. هخلص السطر ده وارجع لكوهو تاني. انا هنا قلصت السطر حشو عادي خالص. وهي هقفل في الغرزة اللي احنا عملناها الزيادة. اللي هي هنا دي. وهعمل منزلقة. وهرتفع بعد كده بسلسلة. تمام? هعمل السطر اللي جايدة كله. ادي هنا هي اول غرزة هي. حشو في الباكلوب. تمام? غرزة حشو في الباكلوب. هعمل السطر كله بالطريقة دي. عشان السطر اللي بعديه على طول هدخل اللون التاني. تمام? اهي. كل السطر بالشكل ده حشو في الباكلوب. تمام? فهخلص السطر برضو وارجع لكم. دلوقتي انا خلصت السطر وعايز اقفل في اخر غرزة. تمام? وهدخل اللون التاني. انا بدخل اللون التاني بعمسكه كده. تمام? وباجي ادخل من تحت كده الغرزة اللي هقفل فيها. وبسحب. تمام? وبطلعها كده. وبعمل سلسلة. تمام? وبعدين هبتدي بقى واشد قوي خلي بالكم. يعني شد ده واشد الموف اللي تحت. بس مش همشي على 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 الموف ده. اللي هي الفتلة الطويلة الموف دي. انا مش هشتغل عليه. يعني انا مش هحطها واشتغل عليه زي التابستري. فاهمين? لأ انا بسيبها جوه. وبشتغل ايه فوق. بس اللي هي الحتة الصغيرة بتاعت دي. هحطها واشتغل عليها عادي. عشان ايه تبقى تنظف الخيط. بتبقى نظيفة في الشغل يعني. تمام? وانا كده ارتفعت سلسلة وحدخل بقى في ايه اول غرزة. فاحنا معانا الغرزة الرسمة بتاعتنا دي. بتقول لنا ان انا عايزة اعمل في اول سطر غرزة عمود. تمام? اول عمود هنا هشتغله هشتغله فين? تمام? هنزل هشوف ادي الغرزة مكانها فوق اهو. انا هسيب الغرزة وانزل في الطرف اللي برا اللي تحتها على طول. تمام? يا رب بتكون بعين ايه. والف الخيط. باطلع واخد عمود بلف. تمام? يبقى دي اول غرزة معايا هتبقى عمود. بعد كده هعمل انا بريح كده الشغل. عشان ايه? يبقى العمود ورا غرزة. عشان لما اجدخل في الغرزة اللي ورا بقى محدداها. برجعش هدخل في دي تاني فيعملي تزاير. تمام? فحادخل في دي. هو بيقول لي هنا اعمل تلاتة خلفية. تلاتة حشو في الباكلوب. هحط الخيط بتايت كده نمع لي. يعني انا ايامه عشان اشتغل فوقي. وادخل. واحد. اتنين. تلاتة. تمام? وبعد كده هعمل عمود. اهو المفروض انها الغرزة بتاعتي اهي. هسيبها وانزل اشتغل فين تحت. تمام? عمود خلفية. باكلوب يعني. اهو. وبعدين عمود تاني. وبعدين باكلوب تاني. اهي. عشان ايه قوزت معنا فعشان ايه مش مش مريحة ايه. لكن اول ما نرتفع فوق شوية هتبقى سهل خلص معنا. احنا وصلنا اهو لخلفية. وبعد كده عمود تاني. اهو. انا بسيب الغرزة. هنفوت هدخل هنا. تمام? بنزل في اللي تحتها على طول. اهي. عمود. وبعد كده بعمل تلاتة حشو في الخلفية. تمام? ما بشتغلش انا على اللون التاني خالص. انا زيبها تحتها مش شغل عليه. انا بشتغل على دي بس عشان بداية تبديل الخيط. لكن بعد كده مش هشتغل على الحاجة. تلاتة حشو في الباكلو. واحد. اتنين تلاتة. يبقى انا هقول بقى التكرار بتاعي تاني لان الجزء ده هيتكرر ده هيتكرر لهاية الجو. لهاية الصدر. تمام? فانا عملت ايه? انا عايز اتأكد انا صحة ولا غلط? التكرار بتاعي مش صحة ولا غلط عشان انا بقى عارفة برضو. ايه دي? عمود? انا قلت احنا بنشتغل مضعفات الاتناشر. فحنا هنعد دهو. ادي عمود. تلاتة خلفية. يبقى اربعة. عمود. ادي خمسة. خلفية يبقى ستة. سبعة. تمانية تسعة. تلاتة خلفية يبقى اتناشر. يبقى انا كده التكرار بتاعي صح. هقوله لكم تاني. بدأت الساطر بعمود. عمود سائد. وبعدين تلاتة حشو في الباكلوب. وبعدين عمود. بعدين حشو في الباكلوب. بعدين عمود. بعدين حشو في الباكلوب. بعدين عمود. وبعدين تلاتة حشو في الباكلوب. وده كده التكرار بتاعي ايه خلص. انا هعمل هنا عشان ايه هحطه مع الغرزة يعني ايه? ممكن احطه تحت هنا كده. فيبقى ده ايه? اعلم لي التكرار بتاعي ان انا كده ماشي صح. وحلق البقى التكرار هعيده تاني. يعني انا هنا وصلت لتلاتة باكلوب. تمام? يعني بداية الشغل بتاعي ايه? عمود. هعيد تاني عمود. المفروض ان انا ادخل هنا هدخل تحت. تمام? هدخل تحت عمود. وبعدين تلاتة حشو. في الباكلوب. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين عمود تاني هنعمل بقى عمود خلفية عمود خلفية عمود. تمام? اهي. عمود. خلفية. انا نسيت اقول لكم انا بشتغل بخيط سلسلة. عمود. خلفية. انا من غير ما تبص على البطرون اللي انا كتباه او اللي انا رسناه. انا لو رجعت للتكرار بتاعي هعرف بالزبط انا عملة ايه? ادي كما عمودة عندي واحد اتنين تلاتة. انا عملت اتنين بس اهو هعمل التالت كمان اهو. 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 بعد العمودة التالت ايه? تلاتة خلفية. تمام? ادي التكرار التاني بتاعي. خلص واحد. اتنين. تلاتة. تمام? ادي التكرار بتاعي خلص. ماشي? انا بقولت لكم الماركر عشان ايه? مرجعش بوسط البطرون. يبقى انا عارفة التكرار بتاعي من اول هنا. لغاية هنا. تمام? هخلص السطر بنافس الطريقة. هعيد التكرار ده تاني. هكرره تاني. وتالت لحد ما يبقوا سبع مرات. مش احنا اسمنا العدد بتاع الغرز على على الاتناشة والتلات سبعة. فيبقى عندي سبع تكرارات. فانا خلص سبع تكرارات ووصل لحد نهاية السطر وكلمه. يعني تاني. او اول سطر في شغل المزاق. وعديت الاتكرارات دي. تمام? لقيتهم سبع مزبوطين. هو انا لقيتهم نقصين غرزة. فانا اشتغلت هنا غرزتين في غرزة واحدة. عادي جدا ممكن يحصل قطأ في العدد او يحصل حاجة مجيش مشكلة. يعني. ممكن اتداركها عادي جدا. تمام? انا هنا هشتغل هبتدي السطر اللي بعد كده. اللي هو تاني سطر. فانا هدخل في السلسلة اللي انا كنت بعملها بتاعت الارتفاع. هدخل فيها كده. واسحب اللون التاني بمنسلقة. وارتفع تاني بايه? بسلسلة. يبقى انا السطر اللي جاي هاقفل فين? هاقفل في السلسلة دي. تمام? بينا? اهي. السطر اللي بعد كده وبعتين بشد بقى الخيط الروز قوي كده. بشده قوي. بحيس يقفل لي ايه الحلقة? وحبتدي اشتغل بقى من اول هنا. من اول يعني دي بداية السطر بتاني. طيب السطر التاني معايا بيقول لي ايه? اول اول غرزة هتبقى هشوف الباكلوب. بعد كده عمود. بنزل اخده من تحت اهو. تمام? اه السطر ده هيبقى باكلوب عمود باكلوب عمود باكلوب عمود باكلوب انا همشي عمود. خلفية. اهي. عمود. خلفية. عمود. اهي. ننزل اخده من تحت اهو. خلفية تاني. عمود. لحد ما بقى عندي كم عمود? اربع عواميد. اربع عواميد ما بينهم خلفية. لابا انا بدأت بخلفية وبعدين عمود خلفية عمود خلفية عمود خلفية لحد ما بقى عندي ايه? اربع عواميد. وبعد كده هشتغل اربع باكلوب. واحد. اتنين. لقيتني وصلت للايه? للاتناشر غرزة بتوعي. تمام? اهو. اربع عشو في الباكلوب. تمام? وده نهاية التكرار بتاعي هيبقى اتناشر غرزة. هحط فيها ماركر برضو عشان ابقى عارف انا ايه اشتغلت كم غرزة. اهي. اعطيه فوق كده. دي نهاية التكرار بتاعي. هنعملو تاني مع بعض اهو. اعطيه لكم تاني. اشتغلت اول غرزة. باكلوب. وبعد كده عمود. باكلوب عمود. باكلوب عمود. وبعد كده اربع. اربع باكلوب. هايدي التكرار تاني. انا التكرار بتاعي خلص هنا. انا بدأ عندي بايه? باكلوب. وبعد كده همود. مريش جعب الباكلوب اللي انا دي. هعمل تاني باكلوب. حتى لو السطر خالص عندي. با اربع باكلوب. وبدأ باربع باكلوب. ببتدي برضو بنهي السطر. يعني بعمل نفس اللي انا عملته. فاهمين? يعني ايه? مش مهم ان انا مسلا نهيب باربع باكلوب او باربع حشو في الخلفية مسلا. والسطر بدأ عندي باربع حشو في الخلفية. فاقول ايه? لأ ده هيبقى غرز خلفية كتير. لا. هو الباترون بتاعه كده. تمام? فانا هكمل السطر بقى بنفس النمط ده. عشان ايه? ما ناخدش من وقت الفيديو كتير. وهكمله وارجع لكم ده. يبقى هنعيد تاني السطر ده. اتنين حشو في الباكلوب. بعدين عمود. بعدين باكلوب. بعدين عمود. بعدين باكلوب. بعدين عمود. بعدين عمود. بعدين خمسة باكلوب. هخلص السطر ده كله وارجع لكم ده. تمام? انا هنا خلصت السطر التالت. وابتدت الرسمة تباني معي هي. هي رسمة جيدة خالص على فكرة. مش هتلاقى مهودة على اي قناة غير عندي بس. فيارب تعجبكم. يعني هي رسمة سنبل جدا. واعدت سطورها بسيط يعني. تمام? فانا بسحب وبعمل منسلقة. وبشد اللون. الروز عشان ما تبقاش الغرزة ايه? بسمها هوية كده. فبشدها. فايه بتشد معي. تمام? وبعدين برتفع سلسلة. وبعدين هتدي سطور الرابع. بيقول لي تلاتة حشو في الباكلوب. هدي واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة حشو في الباكلوب. وبعدين عمود. انا هنا العمود عندي باين طرفه هنا. بصوا. بدخل ايخد السنة اللي فوق دي. تمام? والفو الخيط كده واسحب. ما حاولش اشد الراس بتاعت العمود معي. يبقى عمود وبعد كده اي اللي باكلوب تاني. وبعد كده. عمود. تمام? اهو. وبعد كده ستة باكلوب. واحد. اوعود اشتغلوا على الخيط. يعني حتى لو جي كده. لأ رجعوا على الورا عشان ايه? ما اخر واحدة في التكرار ايه? باشي الماركر بتاعي. واشتغلها ستة. اهي. وحط الماركر بتاعي بقى وعد. سهلة خلص. السطر ده سهلة جدا. يبقى ده نهاية الايه? نهاية التكرار بتاعي. تلاتة. باكلوب. عمود. باكلوب. عمود. ستة باكلوب. حعيد. حكرر دي تاني. لنهاية السطر. تمام? باين اهي? حكررها وارجع لك. حعيد نفس التكرار ده. حكرره كمان مرة ومرة ومرة. لحد ما وصل لنهاية السطر. سهل لها اظن ما مش صعبين. انا هنا خلصت السطر الرابع. عبتدي السطر الخامس على طول. ايه انا قفلت وبدلت طلعت اللون التاني على طول اهو. هعمل بقى السطر الخامس بيقول لي اربعة باكلوب. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعد كده عمود. بسه من هنا اهو. برفع السنة دي كده. وبالفع الخيط وبدخل اخد عمود. وبعد كده بعمل سبعة باكلوب. سوري واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. حدا ما جينا عند اخر واحدة في التكرار بتاياه اخر غرزة. اهي سبعة. بدأ ايه. التكرار بتاياه. بتاع السطر الخمس. حط الماركر عشان انا بقى عارفة ايه. عشان ما هتش كل شوية بص على الباترون او على الورقة بس انا بحفظه. انا طول ما لماشي كده شغالة وبقى حفظتنا الباترون سهل جدا. اربعة باكلوب عمود سبعة باكلوب. ما فيش هسهل من جدا. هعيد تاني بقى. انا هنا نهيت بسبعة باكلوب. وعندي البداية اربعة باكلوب. هارجع بتاياه تاني. اربعة باكلوب. عمود سبعة باكلوب. تمام? هخلصه وارجع لكم تاني. بصوا بتادي التباني هنا. بصوش اللي هعمل ازاي. حتى في نهاية السطر هي برضو واخدة نفس الشكل بس طبعا عشان القفلة. وانا هنا جيت لاخبط كان فيه غرزة اللي انا قلت نقصة وزودتها. فطلع فيها لعبكة شوية بس. بس مزبوطة يعني ما هوش يعني مدياني برضو نفس الشيب يعني. تمام? فانا هكمل السطر وارجع لكم بنفس التكرار. انا هنا خلصت السطر الخامس هتبتدي السطر السادس. السطر السادس بيقول لي اول غرزة. فاللي بالكم السطر ده في ام يعني التكرار بتاعه هيبقى صعب شوية. مش صعب يعني ام ركزوا في شوية. تمام? بيقول لي اول حاجة عمود. وبعدين باكلوب. انا عشان اشوف الباكلوب فبعتاخر العمود كده. عشان ما اخدش الغرزة اللي وراه. عشان باخد الغرزة اللي جنبه. خلفية. عمود. انا زي ما بعد من فوق بعد من تحت على فكرة. يعني انا هنا بيقول لي خلفية. فما ما بيخدش بقى اللي تحتها. باجي في العمود اللي جنبها. بنسل تحت. تعاني. ايه عمود خلفية عمود تلاتة خلفية. تلاتة باكلوب. واحد. اتنين. تلاتة. وبعد كده عمود. قصوا الباكلوب دي جايفين اهي. فوق العمود ده. يبقى انا هدخل في الغرزة اللي عمود اللي تحت دي. تمام? اهي. وبعد كده. باكلوب. اهي. عمود. عمود. وبعد كده باكلوب. عمود. واخر غرزة عندي باكلوب. اللي هي اخر غرزة اللي هي فيها الماركر دي. عشان كده دايما بقولوكو اكتبوه جماعة البطرون وراي. تمام? باكلوه بعد كده. ادي باكلوب. الغرزة الاخرانية باكلوه. وازي كده خلصت تلاتناشر غرزة كدوية. هنقولهم تاني بالراحة. عمود باكلوب. عمود تلاتة باكلوب. عمود باكلوب. عمود باكلوب. كم عمود عندي في اللي هم التكرارات دول عشان انا بقى حفظهم تلاتة. تمام? يبقى انا كده عندي كم غرزة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احضا عشر اتناشر. انا كده ماشي مزبوط. مزبوطة. هاكرر بقى نفس التكرار ده تاني داير ما يدور الشنطة بتاعتي. ماشي كده هخلصه وارجع لكورين. انا هنا خلصت السطر السادس. تمام? وهبتدي السطر السابع. السطر السابع بيقول لي انا بدلت اللون طبعا. السطر السابع بيقول لي انا ما عملتش لسه السلسلة اللي ببتدي بقيها السطر. هاي السلسلة اهي. طبعا انا كده البطرون فمش عايد اوليكو خطي شكله ايه. ولا انا كدب ايش هم بكتب رموز كده محتش يفهمها مالا. سحر اسود بايض عدنوكو ايه. السطر السابع بيقول لي ابتدي بخلفية. تمام? وبعد كده عمود. وبعد كده خمسة خلفية. خمسة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وبعدين عمود خلفية عمود خلفية. تمام? عمود. عمود. خلفية. عمود. بعضة. هاي تقولها من هنا اهي. عمود. خلفية. اخر غرزة هنا هي هتبقى عمود. تمام. عمود. هنهد الغرز تايدنا عشان نتأكد انها مزبوطة. فين الماركة. نحط الماركة تاني هنا في العمود ده. عشان نتأكد ان الغرز ايه مزبوطة. تكرار بتاعي بيقول لي. حشو في الباكلوب. عمود. خمسة حشو في الباكلوب. عمود. حشو في الباكلوب. عمود. حشو في الباكلوب. عمود. كامل كورزة كده. واحد اتنين. وخمسة. يبقوا سبعة. تمانية. تسعة. عشر. 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 انا كده تمام. هعيد التكرار ده تاني. هكرره. داير ميدور الشغل بتاعي. لحد ما ايه. ابتدت بان اهي. يا ده السطر السابع. فوضلنا تلات سطور. هي الرسمة سهلة جدا على فكرة. انا هنا خلصت السطر السابع. هبتدي السطر الثامن. يا ابتدت بان اهي. وبدلت برضو اللون. تمام? آآ سطر الثامن بيقول لي. اول حاجة. بس انا بس ارجع على اللون التاني ده ورا. واخد باقي ان انا ايه ممكن اسنده بطار في ايدي ده كده عشان ايه مامشيش عليه. تمام? اول غرزة اول سطر الثامن بدايته بيقول لي عمود. او غرزة في عمود. ستنى في الخد كعلكع على بعضه عش. عمود اهي هتيجي تحت العمود هنا كده. تمام? عمود سبعة خلفية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عشان جماعك خيط. عشان اللونين لف ورا بعض. بسداني هكولة عادة هد. مانش. هادي خلص لحزة كده بس. عشان ما بصور من فوق فالحاجة بتتغبط. اه ادي اربعة وعدين اكمل السبعة. خمسة. ستة. سبعة. و بعدين بي عمود. 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 تمام كده. يبقى انا هنا بلقت السطر. عمود. سبعة. عمود. 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 عمود حشو. ده التكرار بتاعي. كده 12 غرزة. اعيدوا. اكررهم تاني لحد نهاية السطر. وارجع لكم تاني. تمام? انا هنا خلصت السطر التامل. هبتدي سطر التاسع. الاسم ابتدي اتباعنا هي. بصوية عاملة ازاي. هي هتبقى كده. وبعدين دي كده. ولما نيجي نعيد تاني هتبقى ما بين دي ودي كده. الممرسة جميل يعني. تمام? فهنبتدي كده السطر التاسع. انا ردلت اللون. السطر التاسع بقى بيقولي ايه. انا هنا هرتفع بقى سلسلة بتاعتي. زي ما اتفقنا وبشد بقى دي قوي كده. عشان ايه. تقفل لي الغرزة. تمام? وارجعها ورا عشان ما اشتغلش عليها. نحفظ بس. السطر التاسع بيقولي. تسعة خلفية. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. وبعد هنا عمود. خلفية. عمود. تشمحت اجا بقى المركر ديها خالص. بسهل جدا. تمام? انا هنا خلصت السطر التاسع. تمام? اه هشتغل السطر العاشر. السطر العاشر. ده اخر سطر معي. بيقولي. عشرة. انا عملت السلسلة بتاعتي اهي. عشرة. هشوف الباكلوب. دي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. وبعدين عمود. هنا اهو. وبعدين. باكلوب. تمام كده? اهو. ده التكرار بتاعي. لانا هكرر بيه اخر سطر معي في الرسمة بتاعتي. اهي. بينا. رب بتكون بيناي. تمام? هخلص السطر وارجع لكم تاني. بقى التكرار بتاعي عشرة. اه حشوف الخلفية وبقتين عمود وخلفية. هبتدي تاني هنا على العشرة بتوعي. تمام? يبقى هبتدي ايه? حتى لو هنا كانت خلفية اخر واحدة. يعني حشوف الخلفية اخر واحدة. وبعدين كده عشرة. هكمل عشرة بتاعي دي. كأن دي مش موجود. هعمل عشرة عمود خلفية. عشرة عمود خلفية. تمام? هخلصوا وارجع لكم دين. انا هنا خلصت الرسمة بتاعتي خالص. السطر العشر هي عشر سطور. طبعا الشنطة امرأة ما هتبقى كده. الا لو انا عايزها هي تنفع كده يعني تخيلوا معي كده هي كده تبقى بورتوفي تحفة جدا. آآ آآ مقلمة آآ آآ شنطة ميكوب صغيرة مثلا اللي عمل لها مدورة. المهم ان هي كرسمة وكشفة لشكلها جميلة. طبعا انا هسيب الشنطة كده لأنا هكمل تاني. يعني هكرر الوحدة بتاعتي تاني مرة كمان. بحسيب انا ارتفاع الشنطة بتاعي عندي مقبول. تمام? لو انا عايزة واسع عن كده. ممكن اخلي التقسيمة بتاعتي بدل ما انا عملت سبع تكرارات. ازود فعدة دراغورة زي اللي انا بدأتهم تحت. بحسيب اتمن تكرارات فتبقى الشنطة معي واسعة. انا بالنسبة لي تي كده كويسة قوي ومناسبة. ممكن اكمل لحد ما تبقى شنطة طويلة باك. شنطة الظهر لبنات. حلوة جدا على الفكرة برضو. انو كنت هعملها كده لبنات بعدين قلوي لأ احنا عزانها الكرفس يعني. سهنا هكرر الرسمة دي تاني وبعدين انا مريها لكم عنو تخلص بقى بس يا رب الحق خلص هاني. تمام? فياربو تكون عجبتكوين.